انا اكتشفت ان العالمة بتاعتي مزورة والقيتها متدولة والقيتها مستعملة ما هو السبيل او الطريق الا اسلكه علشان اعرف اوصل الى مرتكب هذا الفعل ويعاقب او يكون تحت طائلة القانون يعني السؤال هي اجراءات اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوة الجنائية في جريمة العلامة التجارية حضرتك وزارة التموين لما صدر القانون ده انشأوا ادارة داخل وزارة التموين اسمها ادارة الغش التجاري ادارة الغش التجاري الادارة دي معليك تختص بهذا الامر ازاي انا راجل شركة او راجل منتج لعلامة او تجارة معينة وليها علامة تجارية مميزة اكتشفت في السوق وانا ماشي او حد قال لي ان في حد مقلد ليا للمنتج بتاعي وحاطت عليه مقلد نفس العلامة التجارية تحت منتج خاص بي هو اعمل اين بتقدم بشكوى بشكوى الى ادارة الغش التجاري الموجودة في وزارة التموين القائنة الكائنة في شارع الاصر العيني والادارة دي بتقع في الدور التالت بتقدم بشكوى اني انا صاحب العلامة التجارية المسجلة وقدم ما يثبت الدعاء المسجلة بتاريخ كذا والحاصل على السجل التجاري بتاريخ كذا والبطاقة الضربية بتاريخ كذا فجأت ان هناك منتج مقلد للمنتج الخاص بي ويضع نفس العلامة التجارية وموجود في محلات عامة وعلى سبيل المثال المحل الفلاني اللي يملكه فلان الفلاني او الشركة الفلانية في المكان الفلاني هنا بتعمل ايه؟ هنا قدرت الغش التجاري فيها مكتب فني مكتب الفني ده بينزل يتحرى هذا الامر ازاي بيتحرى؟ الشاكي حدد له مكان معين فبيخش على المكان المعين بيعرض صفته الشخصية وهو جاي ليه؟ بيخش يبص على الورفوف اللي موجودة او الدواليب اللي عنده فيها نفس الوجة ده نفس المنتج بنفس العلامة التجارية فيقوم بايه ما عليك؟ بتحريز جزئين نسختين بيحرز النسختين نسخة الاولى بيحرزها ويشمحها تمام؟ ويمضي عليها اللي موجود في المحل اللي لان كلمة الموجود في المحل لها مغزة اخر هنرجع له لما نيجي نسخة هذا الامر على قضية متدولة يمضي عليها والإزازة التانية تتوجد في يسيبها في نفس المحل ويمضي عليها هو بياخد العينة ويمشي تمام؟ ويعمل محضر إثبات حالة للوضع اللي هو لقاها تمام؟ ولو لقى أكتر من إزازة بالمقلدة او المنتج مقلد بيثبت كذا عدده قد إيه؟ عدد المنتجات عدد المنتجات فيه إدارة فنية في وزارة التموين وبتعتبر بتكمل الشغل بتاع الغش التجاري دي بتستطيع إن هي تستكشف بتعرف تفرق الفرق بين المقلدة والأصلية المسجلة ترفها بتفحص تلك المنتج والعلامة اللي عليه وتقرنوا بالمنتج الأصلي بالعلامة عليه بالعلامة التجارية اللي عليه المقلدة هنا أمام أمرين الأمر الأولان لو وجد إن هي مطابقة مطابقة تماما بحيث إن يتم تضليل المستهلك أو الرجل الجمهور العادي لا يستطيع أن يفرق فهنا وقعت الجريمة تمام؟ طب وقعت الجريمة بيحط تقريره الفني ويبعثه تاني فين؟ ما عليك؟ لنفس إدارة الغش التجاري الغش التجاري بتنزل تاني نفس المحل بالترتيب كده ما عليك وتعمل محضر تحقيق من تاني تثبت فيه اللي فد كله إن إحنا خدنا هنا خدنا من عندك إزازة أو منتج كذا عليه علامة كذا وتم فحصه وتوجد إن هذا المنتج أو العلامة التجارية مقلدة سليم رأيك إيه؟ بيقول أنا والله لو ده منتج جاي من شركة خد بال معليك الجزئية التانية دي عشان هتهم الناس كتيرا اللي حضرتك قلت عليها في البيع لو أنا واخدها من شركة والشركة دي ادتني فطورة ادتني فطورة فأنا هنا حسن النية وليس سيء النية العقاب أي نعم أنا هنزل في المحضر وهتعرض على المحكمة والمحكمة إيه؟ هنقولها المحكمة المختصة بهذا الأمر أرانا أن الوقت قد زحف منها تمام ولا لسه؟ خلاص أنا هلخص أعرضك اللي قلته في دقيقة واحدة تمام هو بيحصل إن المبلغ بيروح للغش التجاري في وزارة التموين اللي بيبعت أحد المفاتشين المختصين أصحاب الضبطية القضائية تمام يفحص المنتج يحرص جزء منه ويمضى عليه العارض العارض أو صاحب المنشأ أو صاحب المحل وياخد التانية يعرضها على المختصين الفنيين اللي يعرفوا يفرزوا تمام لو ثبت إن هي مقلدة بيبعتها تاني للتفتيش في التموين اللي صاحب الضبطية القضائية اللي بينزل يعمل محضر بالإجراءات ويواجه المرتكب الجريمة بيها ويحيلوا للنيابة العامة لتتخذ النيابة العامة قدها برقم جنح وتحيلها إلى محكمة الجنح ويخطع بعد ذلك المحكمة الجنح ما عليك زي ما قلت قبل ما نخش اللقاء محكمة الجنح الاقتصادية ما هي المحكمة الاقتصادية معهزة القوانين الخاصة اللي خضع ليه المحكمة الاقتصادية علشان تعقبه وتوقع عليه العقوبة المقررة قانونا